رفض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ارتداء تشيرت فريقه نانت الفرنسي عشان عليه لافتات دعم للمثليين صحيفة لكيب الفرنسية قلت ان النادي قرر استبعاد مصطفى من المباراة تلوس في الدوري وده بسبب رفضه ان يلبس تشيرت فريقه واللي عليه لافتات دعم للمثليين في جولة دعمهم في الدوري الفرنسي مصطفى بلغ فريقه قبل نصف ساعة بس من ماتش انه مش هيبس التشيرت وده بعد ما اعرف ان عليه لافتات دي عشان يخرج مصطفى من قيمة الماتش بالكامل الناحية التانية بقى نادي تلوس قال ان في عدد من لعبته رفضوا يلبسوا التشيرت عشان نفس السبب بتاع مصطفى محمد نادي تلوس ما اعلنش عن اسماء اللعيبة اللي رفضت والعدادهم لكن التقارير الفرنسية قالت ان اللعيبة دول كانوا خمسة وهم زكريا بخلال لعب منتخب المغرب وفارس شايبي لعب منتخب الجزائر ولوجان كوستا من كاب فردي وسعيد هاموليتش لعب منتخب البوسنا واخيرا الفرنسي موسى ديارة وفي الماتش تواجد الثنائي فارس شايبي ولوجان كوستا على دكة البودلاء ومشاركوش تماما لكن بقى اللعيبة خرجت من القيمة زي مصطفى محمد اما زكريا بخلال طلع بيان رسمي اكد فيه على احترامه للجميع لكنه كمان طالب الجميع انهم يحترموه ويحترموا افكاره وقراراته وانه يبقى فيه احترام متبادل زي ما هم بيطلبه